استولت مليشات الحوثي على مجمع استثماري في صنعاب حجة تشيده بأموال مشبوهة بعد أربع سنوات من اعتقال مالكي بتهم ملفقة وقالت مصادر إعلامية وحقوقية أن الحارس القضائي لمليشات الحوثي صادر مجمع النهضة الرياضي الاستثماري الواقع شمال الصنعاب وعمد إلى تعيين إدارة جديدة له بذريعة تشيده بأموال مشبوهة وأوضحت المصادر أن قوة مسلحة من مليشات الحوثي تتألف من أربع دوريات مسلحة داهمة المجمع الاستثماري الذي يضم أحواض سباحة وحمامات السجمام والصراحة وصلاة رياضية كما قامت مليشات الحوثي بطرد إدارته وتعيين حارس قضائي للإشراف عليه ومصادرة كل مدخراته وطيلة أعوام صادر ما يسمى بالحارس القضائي ما يقدر بنحو 100 مليون دولار من الأصول عن معارضي الحوثيين وذلك عبر حملة نهب مصادرة منظمة لأموال المتلكات تشارك فيها شبكات واسعة تشمل القضاء والبنك المركزي والأمن والمخابرات وجهات أخرى تابعة للميشيا